موسيقى موسيقى اهلا بكم طلاب الانساء بريب 1 في اول خلاقات الماث الماث في من اول بريب بريب 1 او بريب 2 او بريب 3 احنا خلاص بقينا كبرنا شباب كبير بينقسم لفرعين حاجة اسمها الجبرا وحاجة اسمها جوامتري لكل فرع بيكون في اجزام ويكون لي بيبر الوحدة منفصلة عن التاني النهاردة ان شاء الله هنبدأ بالالجبرا بيونت 1 lesson 1 lesson 1 بيتكلم على حاجة اسمها set of rational number قبل ما نعرف يعني ايه set of rational number محتاج تفتكر معايا حاجة بسيطة جدا يا ترى ايه هي set of counting number ناخدنا set of counting number اللي هي starting by 1 2 3 4 and so on اسمها set of counting number ولكنا اخدنا في primary 5 natural number n natural number n starting by 0 يبقى 0 1 2 3 4 4 and so on جينا بقى في primary 6 اخدنا حاجة اسمها the integer numbers اللي هي z the integer number z في عندنا 0 بيكون في middle وفي left side بيكون negative وفي right side بيكون positive وممكن نعملها بال 4 positive negative 1 positive negative 2 and so on بس احنا كلنا بنكتبها كده في primary 6 بنكتب الزيرو في middle وبعدين في right side بنكتب 1 2 3 and so on وفي left side بنكتب negative 1 negative 2 and so on اوكي فديكده اللي احنا خدناها طب يا ترى هي دي كل اللي احنا بنعملها using هتقول لا لان انت عندك فيه fraction عندك فيه percentage عندك فيه decimal number عندك فيه حاجات دي كلها احنا خدناها قبل كده يطرى نقدر نخط fraction او percentage او decimal او ratio في اي سات من دول في ال counting ولا في natural ولا في z في ال integral number ما نقدرش نخط ال fraction ولا percentage ولا decimals ولا ratios في اي سات من دول عشان كده احنا جينا عملنا جديدة طيب تعال نشوف اكزامبل دا الاول بولي هنا باسم wanted to divide ten oranges equally between his two brothers امجد و لايمن فلما عمل 10 divide equals فيبقى كل واحد هنا خد منهم five oranges انما لو انا جيت عندي nine oranges وعاوز اعملهم divide لي two brothers بردو هتلاقي تقول لي اذا دا في هنا اه each one هياخد four بس هيبقى في remember one والone دي هقدر عملها divided two half parts فكل واحد هنا هياخد four and half صح يبقى انا هنا one brother هياخد four and half عشان ابقى كده عملت distribute عملت divide nine oranges تمام طيب فالحل بالنسبالي الحل بالنسبالي ان احنا عملنا حاجة اسمها rational number rational number rational number دي هتبقى فيها decimal fractions percentage ratios and so on اوكي فانا هنا الجيت عملت rational number denoted by q يبقى احنا عنا الcounting c ويه a natural n ويهل integral z فايبقى النا rational number هنسميها هنا q طيب يبقى the set of rational number q هي أي number we can express in form a over b تاني تاني is a number that can be expressed in the form a over b بس خلي بالي ان ال a will be integral يعني انزاد يعني ممكن يكون positive و negative بس في عندي condition very important ال condition دا ان ال b doesn't equal zero يعني ال a may be equal zero انما ال b doesn't equal zero ما ينفعش تبقى equal zero طيب طيب يبقى تاني ال set of rational number q here any number we can express in the form a over b where a and b belong to z the integers and must be b doesn't equal zero okay تمام دعلا كده نشوف examples the rational the 2 over 7 دا كده rational number ليه؟ لان a over b هو عمل هالي في الفورم هاي a over b will a be 2 will be 7 negative 3 over 5 برضو دا rational number طيب الفور هتقولي دا integer جميل جدا نقبقى هنا الفور دا integer بس نقدر نعمل 4 over 1 آه لما عمل 4 over 1 هتبقى equals 4 فنقدر تخلي الفور دي في الفورم اللي هي a over b عشان كده الفور is rational number طيب 0 over 3 is a rational number بس خلي بالي اني 0 over any number equals 0 طيب 4 3 over 4 اذا دا mixed number ازاي دا يبقى rational مش احنا عرفنا قبل كده في primary 4 و primary 5 ان احنا نقدر نعمل convert للمixed number to improve perfection ان انا عندي الفور و 3 over 4 بعمل هنا الفور denominator وعمل الفور تايمز الفور بـ 12 وبعدين 12 فعملها plus 3 يبقى equals 15 يبقى دا تلع معايا في الفور ما هو a over b طب 0.25 0.25 the decimal يا مستر ازاي decimal يبقى rational انت قلت لي اي number يقدر احمله في الفور a over b بقى دا راشنال بس دا decimal دا هو in the basic في الاساس كان a 25 over 100 صح؟ فال 25 over 100 دا في a over b يبقى دا كده rational number طب 15% 15% دا يعني 15 over 100 فبرضو 15 over 100 او 15% is a rational number يبقى كل numbers دا is a rational number اوكي تمام يبقى انا دلوقت اعرف ان numbers دا is a rational number ليه يبقى set of rational number في بقى حد بيقول ليه يعني لما اجي اكتب المستر كنا بنكتب one two three four and so on ال natural ال n بنكتب zero one two three four and so on ال integer بنعمل zero في المدل وفي ال right side بيكون ال positive وفي ال left side يكون ال negative لو انا حابب اكتب set of rational number q اكتبها ازاي هنكتبها ب اللي هي x where the two dots is called where where ax equals a over b and a b doesn't sorry belong to z and b doesn't equals you اهم حاجة ال condition دا ان ال b doesn't equals you اوكي يبقى حنا هنا مش بنكتب rational number in form numbers فاكرين زمان لما خدنا ال sets في primary 5 خدنا to write set we have two methods في عندنا lasting method و description method دا ال description method لما كنا بنقول ايه set of even number set of odd number انا هنا كتبها بال description method ما ينفعش اكتبها بال lasting method اوكي تمام تعالا نشوت بقى ال set of rational number و the integer number a relation between them طبعا احنا عندنا starting number هي ال end the starting set هي ال end وال end دي اللي هي zero one two three and so on بعد كده عملنا z اللي هي فيها positive وال negative وال zero اوكي بعد كده جينا دلوقتي عرفنا ان فيه q اللي هي ال a over ال b تمام بس b doesn't equal zero طيب فعشان كده بنقول ان ال end subset from z وال z subset from q طب يا ترى ال numbers هتوقف لغاية ال q طبعا لا لسه فيه sets جديدة هناخدها بعد كده في ال grades اللي جاية طيب عاوزك تخلي بالك بقى احنا من شوية قلنا ان ال four هي هي integer number صح هي integer number belong to z وفي نفس الوقت قلنا ان ال four دين ده نعمله four over one فكده بقى belong to q صح كده بعشان كده بنقول ايه each integer is a rational but is each rational is an integer يا ترى بقى كل rational نقدر بنقول ان هو integer no why لان فيه هنا ان بعد numbers ال rational number numerator not divisible by denominator فكده مشاكل integer number طبع ديني ايه اقزامل one يعني equals five فالراشنال هيله becomes integer الراشنال becomes what integer انما لو انا جيت قلتلك fifteen over four اه دي ما نقدرش نعملها simplify فالراشنال هنا not not will be z مش يبقى integer عشان كده integer is a rational but not all rational is integer تاني all integer is rational all integer is rational هكتبها لكم هنا عشان تبقوا شايفينها معايا يا حباق الشباب ان انا بقول كده ادي هنا لنمنا بس اه clean ده كله ادي اهو all integer is rational but not all rational is an tiver point deep very important okay تم it they'll and show I got any believe which of the following is rational number 6 over 11 the rational number denovil form a over B will 6 with 11 belong to that negative 3 over 8 is راشنال also why because in form a over b and negative 3 and 8 belong to z طيب 56% 56% we can put it in form a over b 56 over 100 بقيت هنا راشنال number okay تمام طيب يا ترى 10 over 0 خلي مالك هنا اقل لك اه 10 over 0 اه يبقى ده not rational number why لان ال b هنا بقت zero انا قلت ال condition بتاعي في الراشنال ان ال b doesn't equal zero اوكي ال denominator ما نفقش يكون zero طيب 1 4 over 5 ده mixed number احنا خلاص عرفنا ما انه mixed number نقدر نعمله convert لي improver fraction فعشان كده ده يقدر نخليه rational number اوكي تمام قولي if x is an integral write the required condition to make each of the following is a rational number يعني ايه انا بقولك هنا 3 over x plus 4 ده كده rational ده كده ايه rational belong للكيو تمام طيب يا ترى بقى irrequired condition عشان يبقى ال number ده belong للكيو ايه ال condition بتاعي عشان اخلي ال number ده belong للكيو ان ال b doesn't equal zero مين بقى ال b هنا ال x plus 4 فانت هتاخد ال x plus 4 كلها وتخليها doesn't equal zero تمام يبقى equation positive in another side negative يبقى ال x doesn't equal negative 4 هتقولي يا مستر ازاي ده احنا كنا بناخد ال equation بتبقى equal ايوه تمام فانت ممكن تخلي دي ب equal zero بعدين تخليلي في الاخر تبقى x equal negative 4 فال condition بتاعي ان ال x doesn't equal negative 4 تاني تاني تعال نشوف example تاني 5 over 6 x ده كده هو بيقولي انه هو rational number انا عاوز اخلي انه ده rational number بقى condition بتاعي ان ال b doesn't equal zero مين ال b هنا بالنسبالي اهي ال b اللي هو 6x تمام يبقى هاخد ال 6x اقول لها doesn't equal zero the equation the time is in another side divide يعني zero divide 6 يبقى x doesn't equal zero تمام طيب تعال نشوف example number 3 3 over x minus 7 تمام طيب ال number ده انا محتاج اخليه بالراشنال طيب عشان اخليه بالراشنال يبقى انا هنا محتاج ان ال b doesn't equal zero مين ال b الى ال x minus 7 يبقى ال x minus 7 doesn't equal zero negative in another side positive يبقى ال x doesn't equal seven طيب مستر هو الموضوع صعب شوية طيب مفيش حاجة اسهل اقول لك حالا حاجة اسهل كتير تعال بقى نشوف كده الاول بس number 4 2x over 3x minus 9 هنعمل ايه ان ال b اللي هو 3x minus 9 doesn't equal zero بس انا عندي 3x وعندي negative 9 اعمل negative 9 الاول in another side positive 9 يبقى 3x doesn't equal 9 بل اكنا عندي times يبقى in another side divide يبقى x doesn't equal 3 اوكي تمام تعال نشوف sorry d3 not negative 4 دي مستك d3 ايه اوكي طيب number 5 5 over ايه هو ال 2 داش دول انا فكروا هم من primary 6 تعال فكرني بيهم كده اه اه سوري كان اسمهم absolute value ايه absolute value احنا بناخد كده absolute value negative 4 it will be 4 absolute value 9 equals 9 انحنا بناخد كده ال negative absolute value هي the distance between 0 and the number هو دل مينا بتاع ال absolute value او الديفناشن الماثماتيكال دفناشن بتاع ال absolute value هو ال distance between 0 and the number 0 اوكي فال distance is usual positive not negative طيب فان هنا عندي 5 over absolute value x minus 5 احنا قولنا ال condition بتاعه ان ال b يبقى ال b هو ال absolute value of x minus 5 doesn't equal 0 طيب ال negative 5 in another side positive 5 يبقى ال absolute value of x doesn't equal 5 يبقى ال x هنا equal doesn't equal what سمعت واحد قال لي negative 5 واحد تاني قال لي 5 لان negative 5 لوحدها correct ولا 5 لوحدها correct اذا يعني ايه يعني ال x doesn't equal positive and negative 5 ليه بقى الكلام ده لانا لما جاقولك absolute value of 5 هيبقى 5 ولما قولك absolute value لـ negative 5 هيقوم بـ 5 فهنا الانسر 5 اهي الانسر 5 يبقى ال x may be 5 و may be negative 5 علشان كده ويقول في ال absolute value هي düşün��ا particularly a positive و negative 5 تمام؟ أوكي فهنا partعا نشوف اجازمهم نبك 7 6ada per 3 6-x over x minus 4 برده نعاوز ال condition لنخلي ال number؟ يبقى another be pist珍 Rogue Before I quote b doesn't equals 4. تمام? اوكي؟ طيب. بولي write that require the condition to make each of the following equal zero. انا عاوز ال condition اللي هي خليدي كل النمبر اللي جادي تبقى ايه بزيرو. طيب. عشان يبقى النمبر بزيرو. should be numerator equal zero. تمام? طيب. فانا هنا عندي 2x over 3x minus 9. ال 2x should be equal zero. اوكي؟ يبقى هنا ال x equals zero. عشان انا عملت ال 2d times in another side divide. طيب. دعلا نشوف هنا. x minus 6 over 4x minus 9. to make this rational number equal zero. should be numerator equal zero. يبقى ال x minus 6 equals zero. يبقى ال x equal 6. دعا هنا ال negative in another side positive. طيب. 2x minus 8 over 3x minus 10. انا هنا محتاج اخلي راشنال نمبر دا equal zero. يبقى ال 2x minus 8 equal zero. يبقى ال x. يبقى ال 2x هنا. sorry. يبقى هنا ال 2x. ايدي اهو. ال 2x. هتبقى equals 8. وبعدين ال x تبقى equals 4. اوكي؟ تمام. تعال نشوف. next one. try to solve. if x is an integer. write the required condition to make each of the following is a rational number. انا محتاج كل دول يبقى rational number. يبقى انا محتاج ال condition بتاعي. ان ال b doesn't equal zero. فين ال b? ادي ال b بتاعتي اهي. x minus 3. طب دي negative. يبقى هنا 3. يبقى ال x doesn't equal what? 3. طب 3 over 4 minus x. اه. بص يبقى هنا معاهي. 4 minus x. يبقى ال x doesn't equal 4. ليه؟ لان انا اقولك 4 minus ال x. تبقى doesn't equal zero. فهنا ال negative x هي اللي تعمل outside. بقيت ال 4 doesn't equal x. اوكي؟ تمام. 7 over 8x. يبقى ال 8x doesn't equal zero. هنعمل divide ال 8. يبقى ال x doesn't equal zero. 2 over 20x. يبقى 20x doesn't equal zero. يبقى ال x doesn't equal zero برضو. اوكي؟ تمام. تعالا بقى نشوف في number table 2. بيقولي x minus 2 over x minus 3. برضو انا محتاج يبقى ال number بتاعي يبقى rational. يبقى انا هاخد ال a ال denominator. يبقى ال x هنا بسري. طب x minus 4. آه يبقى هنا ال x four. doesn't equal four. x plus five. يبقى ال x doesn't equal negative five. x plus three. يبقى ال x doesn't equal negative three. خدت بالك. negative positive. negative positive. positive negative. positive negative. ما فيش positive و negative zero. ما فيش negative positive zero. negative positive. هي دي بس الكيس اللي تخلي بالك منها. اوكي؟ لما تكون ال x هي اللي ب negative. ماشي ال number اللي ب negative. اوكي؟ بكده نكون خلصنا ال rational number. ال part one. لسه فيه part two. آه هنكمله مع بعض. بس انا مش عاوز الفيديو اكبير عليك. احنا النهاردة بس عرفنا عن ايه rational number. وعرفنا relation ما بين rational number وال integral number. وعرفنا ازاي كمان ال conditions that rational number. آه it will it will be rational. and any number it will be zero. اوكي؟ ما تنساش لو عجبك الفيديو. آه تشترك في القناة وتفعل القرز. اشوفكم في حالة جديدة. good boy and good luck.